أطلع وزير النقل كاظم الحمامي رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في عمان على قرار الحكومة العراقية تشكيل لجنة خاصة للإسراع في عادة فتح الخط البري بين البلدين عبر معبر إطريبيل الحمامي بحث أيضا في لقاء منفصل مع نظيره الأردني يحيى الكسبي التعاون المشترك في قطاع النقل البري والجوي والبحري مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عن نية العراق البدء بتسيير قواف الأمنية برية وطائرات جوية لمراقبة الخط البري للشاحنات مشيرا إلى أن خسارة إغلاق المعبر وصلت إلى مليون دولار يوميا من جهة أخرى قال الحمامي إن وزارته بصدر توجيه دعوات لشركات عالمية كبيرة لتحسين أداء ومستوى الخطوط الجوية العراقية تسيير مواكب وقوافل في حراسات من قبل الجهات المعنية في العراق رحلات مكوكية وبتوقيتات ثابتة لإحياء هذا الطريق نحن نفقد في اليوم الواحد تقريبا مليون دولار بسبب تعطيل هذا أو تعطل هذا المشروع العراق لا يخضع إلى أي عصابة همجية قائمة على استباحة دماء الناس وقطع أرزاقهم هذا الشريان الحيوي يفترض أن لا يتوقف بين الأردن والعراق لا معبر طريبيل ولا معبر الكرامة توجيه الدعوات لشركات العالمية الرصينة لكي ترتقي بمستوى أداء الخطوط الجوية وأداء المطارات العراقية نحو الأفضل ترجمة نانسي قنقر